بعد أسبوعين من انتلق الدراسة حضورياً بالجامعات السياه كبير بده الطلبة من عدم توفر النقل بين العديد من الخطوط بالإضافة إلى تدني الخدمات بالكثير من الإقامة الجامعية في ظل عدم تطبيق تدابير الصحية الموصبها من قبل الوزارة الوصية للوقاية من جائحة كورونا عدم تطبيق التطبيق الصحية تقريباً نقدر نقوده تماماً غياب المعاقيمات يوم كاين خمسة مكش في الغرفة من ثلاث إلى أربع أفراد نشهد نقص فاتح في عدد الحافلات في بعض الخطوط وغياب بعض الخطوط الأخرى مثلاً كغياب خط القبة بمرداس ببزور القبة تحدثت الوزارة عن 25 طالب في الحافلة شاهدنا في العاصمة والمشهد أمامكم 50 و60 طالب في حافلة واحدة تحدثنا عن الوجبات الجائزة أو الأواني المستعمل مرة واحدة شاهدنا طوابير في الإقامات الجامعية وحالة إطعام كارثية تحدثنا عن النظافة وأواني التعقيم وجدناها أسوأ مما كانت عليه وبما أن موعد الدخول الجامعية الرسمي سيكون في 22 نوفمبر المقبل يطالب الطلب من الوزارة الوصية ضرورة تدارك النقائس المسجلة على مستوى المؤسسات الجامعية خاصة في ذل استمرار انتشار وباء كورونا نحن ماذا بنا ماذا بنا للوزارة الوزارة الوصية تدي إجراءات اسمها أكثر صارامة لأن الإقامة الإقامة مش رح تحميك طالب مش رح تحميك طالب والجائحة مازات مستمرة والدخول الجامعي الجديد وقريب إذا استمر الوضع على حاله حتى في الحالة العادية سيعيش طالب أزمات ولا قدر الله استمر الوباء ستكون نتائجه وخيمة وخيمة جدا على القطاع الظروف التي عاشها طلب الجامعيون خلال فترة العودة التدريجية للدراسة تنبئ بدخول جامعي صعب يفرض على الجهة المعنية إعادة ضبط برنامج محكم يضمن دخولا جامعيا ناجحا يتماشى مع الوضع الصحي الراهن الذي تمر به البلاد ترجمة نانسي قنقر